على مدار الإسبوع اللي فات كان فيه مجموعة من القصص وبخلاف متابعتنا المستمرة لقصص واشتباكات درامية على مدار الإسبوع بالمناسبة الإسبوع ده كان هادي جدا من زاوية الاشتباكات يعني ما كانش كان فيه بعض الأعمال الدرامية والفنية لا خلاف عليها لكن كان فيه اشتباك بقى يخص القيم والحرية والمبادئ الطبيعية اللي ظهر جيل جديد بينتصر لها قبل ما نقول أن المجتمع تغير وأنه حتى أجهزة الدولة تغيرت في شكل تعاملها العظيم أنه ظهر جيل جديد هو بنفسه قادر ينتقي التصرفات المش مقبولة بالنسبة له بالمناسبة الأجيال الجديدة أو المواطن العالمي الجديد اللي هو شئنا أم أبين هو المواطن المصري اللي أفاقه عالمية وعينه شايفة العالم وعينه شايفة الحقوق الطبيعية لأي إنسان والحريات والموازين الطبيعية للحريات لأي إنسان في أي مكان في العالم النوع ده بقى من الناس ابتدت تنتصر لفكرة إنها توقف دايرة الاعتداء على القيم الأهم زي المواطنة والحريات بفكركم ليه بالحكاية دي لأنه على مدار الأسبوع اللي فات كان فيه حالة كده من الإجماع على رفض السلوك مشين لسيدة داخل عربة مترو تدخلت بشكل سافر في الكلام مع بنات في المترو وفجأة كده عملت نفسها واصية عليهم وقررت وقيمت وزعقت وشتمت والموضوع كبر جدا كان الفضل للسوشال ميديا في إنه تتكشف الحادثة لأنه الحادثة دي وبيحصل غيرها كتير كل يوم لكن كمان كان فيه حالة كده من مش هقدر أقول الإجماع لكن حالة من الرفض الجماعي للسلوك ده وده اللي بقول لحضراتكو عليه ده المواطن الجديد أو ده الجيل الجديد اللي شئنا أم أبينا مش هتدخل عليه الطريقة دي مش هتركب معاه مش هيخاف منك بالمناسبة مش هيوطي راسه ويسكت مش هيقولك طب نتقي شره أي شخص بيعتدي على حقوقه الأساسية مش هيعمل كده الجيل الجديد بيعمل إيه؟ بيرفض وبيعتارد وبيرصد وبيسجل وكمان بيقدر يحشد بكل سهولة كان نقص بقى الخطوة الأهم أنه مش بس ردود فعل للناس لأنه زي ما بقول لحضراتكو كده أنا بنفسي وكتير مننا في دوائلنا الأولينا قدرين نرصد أنه فرق الأجيال في حتة إيجابية جدا فيما يخص مبادئ الحريات ومبادئ الحق الأساسي لكن برضو الأمر لا يخلو من أنه هو مش هيعرف لوحده يرفض وهو مش هيعرف لوحده يكمل للآخر في الحرب اللي هي صعبة بالمناسبة يعني أنت ما تقدرش لوحدك تكمل فيه أنه شخص بيقرر أنه يعتدي على حقك مثلا فيه أنك تمشي في الشارع بحرية مش هتقدر لوحدك هتقدر ترفض سلوكه لكن هتحتاج لقوة القانون وهتحتاج لوجود حقيقي للدولة عشان كده في القصة دي كانت الحاجة الإيجابية مش إلى جانب ردود فعل الناس أجهزة الدولة فكرة أنه أجهزة الدولة تنتصر لنفس الأفكار ونفس القيم اللي أهل البلد الطبيعيين بينتصروا لها دي حاجة بتقولنا أنه إحنا في التغيير كان قبل كده يفضل الناس يسرخوا يقولوا طب والدولة عمت لنا إيه طب فين أي حد كان يلحق الموقف في المترو ما حصلش لكن على الأقل وزارة الداخلية عملت واحد من المواقف الأسرع كمان في التحرك يعني بسرعة وفي خلال أعتقد أنه يوم أو ما كملناش كان يومين على الحدثة وأنها حصلت وزارة الداخلية أعلنت ده على صفحتها قالت أنه تم تحديد وضب السيدة المرتكبة لوقعة التعدي على الفتاتين وقالت وصفت الوقعة ووصفت بتوصيف مظبوط أنها اعتدت على فتاتين بالسبب وشات مدار بداخل إحدى عربات مترو الأنفاق لاعتراضها على ملابس هنا تخيلوا ست العظيمة دي قررت أنها تعترض مش بس تبص البصات اللذيذة اللي ساعة يعملوها الناس في الشارع لكن لا تعترض وتزعق ويحصل زي ما حضراتكم شفتوا بيان الداخلية قال أنه تبين السيدة رب تمنزل لها معلومات جنائية ومقيمة بدايرة اسم شرط الدار السلام بالقاهرة بمواجهة السيدة أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحدهما بارتداء ملابسها بطريقة محتشمة واتخذت الإجراءات القانونية حيالها في الوقائع دي زي ما بقول حضراتكم يعني كفيل جدا الأربع خمس سطور اللي انت شفتوهم كده على صفحة وزارة الداخلية كفيلة بأنها تقول رسيل صدقوني لحصر له كفيلة تقول إننا دولة في المقام الأول إحنا مش في غاب إحنا مش في مكان عشوائي ينفع أي حد يعتدي على حرية أي حد ومش بس في حاجة تشبه كده أو تشبه اللبس لأنه بالمناسبة لو ده حصل في المترو من سيدة مصرية لفتيات مصريات تعالوا بقى أحكي لكم اللي ساعات بيحصل في الشارع مع سائحين أجانب تعالوا نحكي بقى إن السلوكيات دي لو تثبت كده من غير ما إحنا نقف قصادها لا تعالوا نحكي بقى في تفاصيل كتير وتعالوا نحكي في كمية التمييز والعنصرية اللي بتحصل لها الصيف جاي علينا ما أنتو عارفين عنصرية من الطرفين عنصرية من أنصار الميوم من أنصار البكيني وأحدث ولا حرج لو تثبت الحالة دي يبقى أحنا مش في دولة وبالتالي بيان وزارة الدخلية بيقول لك رقم واحد أنك في دولة رقم اثنين بيقول رسالة أنك دولة تنتصر للحريات تفهم يعني إيه حريات وتفهم يعني إيه مواطنة وتفهم يعني إيه حدود شخصية اللي كل واحد مش من حق أحد تاني يتعدى عليها والرسالة الثالثة لو ده حصل وبحسن في المواقف الصغيرة يبقى تقدر تقول إن الدولة تقدر تقول لك أنا هكون حاضرة كمان في المواقف الأكبر ما هي دي مواقف ما تعتبرش صغيرة لكنها بتعتبر دلالات مهمة على حاجات أكبر ممكن تحصل فيها تعدي فيها تعدي بمعنى أنه أي حد فينا إحنا كده أي حد قليل أو ينقصه قدر من الثقة أو هو نفسيا مرتبك بيبقى عنده حالة من محاولة كده أنه يلبس العظمة ويبقى واصي على بقية الناس فأي حد بقى قليل يطلع يبقى واصي على بقية الناس تبقى بوزت وطبعا السوشيال ميديا واحدة من الساحات اللي بنشوف فيها ده كتير موقف الدولة عظيم ومهم رد فعل الأطراف المختلفة هو ده الأهم ودي النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها في الموضوع ده لأنه فاكرين حوادث التحرش كان بيحصل إيه في الأول الأول كان بيحصل تغاضي وزي ما كنا بنوصل بالظبط أنه يسكت تسكت الضحية كده وتوطي رأسها وتمشي وبعدين تغضب وتكتشف أن العملته تغلط وبعدين ابتدت الحكاية تتطور أنه بدأت ترد وبعدين بدأت تسجل محاضر في أسام الشرطة وبعدين بدأ المجتمع يتحرك الحاجة الوحيدة اللي نقصانه في الحوادث اللي زي دي طبعا الموقف العظيم لوزارة الداخلية وكمان أنه يفضل حاجة اسمها حق المجتمع يفضل حاجة اسمها أنه حتى لو السيدة دي أو البنات دول قالوا خلاص سماحي يا عم دي قد دمي أنا هتنزل عن المحضر الدولة تقول أنه في عقوبة ما للسلوكيات المشوظبوطة دي في بعض الدول بتبقى عقوبات مش سجن ولا حاجة هي عقوبات خدمة اجتماعية عقوبات تهذيب وتقويم تحضر كورث إجباري لأي حاجة خلينا مني أدمين أي حاجة لكن في حق حقيقي وأصيل للمجتمع اللي دمه بيفور كده مع الأحداث وفي الآخر بيلاقي أن الأطراف المتنازعة أحيانا وممكن تكون بتتنازل عن حقها في القضاء لألا يتكرر الموقف في حصل الحسن اللي مطلوب كل الشكر أولاً لأجهزة وزارة الداخلية اللي هدت الناس وبسرعة وعملت الدور الإعلامي والأمني بشكل جيد جداً كل الشكر لكل اللي رصد واللي تحرك واللي فعل وكل الشكر لأي حد هيكمل المشوار ده لأن احنا بالمناسبة في المجال ده عندنا مشوار طويل أوي لسه محتاجين نكمله في مجال ضبط الحقوق والحريات من الناس للناس من الناس لبعضها